بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور علاء أنديل أستاذ علاج الأورام في كل الطب جامعة سكندرية طلب مني أن انا اتكلم تلات دقائق عن التوعية في مجال الأورام طبعا احنا بنتكلم عن مجال الأورام يعني بنتكلم عن الأورام اللي هي الخبيثة أو السرطانية الأهم حاجة فيها هو الكشف المبكر عشان المريض يبقى نسبة شفاء بتاعته أعلى كل نصايح للناس انهم ما تخفوش انكم تعملوا كشف مبكر وصفة دورية وما تسيبوش اي شكوى تهمة لحد ما تعرفوا تفاصيلها ايه وما يطلب منكم من فحوصات او اشعات او كده ارجو ان ما حدش يكسل مش لان الناس كلها يبقى عندها أورام بعد الشر لان الاكتشاف المبكر في مجال الأورام بيفرق كتير جدا في نسبة شفاء وبيخلي العاجة اقل واكثر نجاحا اللي حب يوردو اطمن الناس بيه ان العلاجات دلوقتي بيت احسن من زمان بكتير جدا يعني لو تكلمنا على علاج الكيموي بالنسبة للأثار الجانبية الالاج الكيموي ده مجموعة كبيرة جدا من الأدوية فيه أدوية كتيرة قوي دلوقتي ما بتعملش الأثار الجانبية اللي كانت بيحصل زمان بالاضافة ان درجة الكفاءة بتاعتها أعلى عندنا في نفس جزئية العلاج بالأدوية عندنا علاجات اكثر كفاءة لكن في بعض الأورام زي العلاج الموجهة زي العلاج المناعي زي العلاج الهرموني كل دي علاجات حديثة جدا بتساعد في نسبة الشفاء وبتقلل الأثار الجانبية على المريض صحيح ان نتكلفها عليها لكن بالوقت هتبقى افوردابل الناس تقدر عليها طبعا مع مساعدة اجهزة الدولة في هذا الأمر نفس الكلام ينطبخ على الجراحة دلوقتي الجراحات تقدمت بشكل كبير جدا في علاج الأورام وفي حاجات كثيرة قوي ما بيتطرش الجراحة تبقى كبيرة جدا ولكن الدكتور الجراحي يقدر يعمل العملية ويستقص المكان الورم من غير ما يكون فيه فتح كبير يعني او ما شابه يعني مش عايد اخش في التفاصيل نفس الكلام بالنسبة للاج الاشعاعي اللي هو يماثل للاج الجراحي اللي هو توجيه الاشعاع على منطقة الورم دلوقتي بيتم بتكنيكس عالية جدا جدا تسمى بتخطيط كمبيوتر وما اكتر من ذلك بحيث ان الدكتور المعالج بيركز العلاج الاشعاعي على منطقة الورم دون ما يكون فيه اثار جانبية على المناطق الاخرى او حرق الجلد او ما شابه وطبعا ده بيحسن فرص الشفاء بدرجة كبيرة وبيخلي المريض اثناء رحلة العلاج مرتاح اكتر واكتر بإذن الله يعني فاللي اقدر اقوله لحضراتكم الاورام ما بقيتش تخوف زي الاول ان فيه شفاء بإذن الله وفيه علاج ارجو ان الناس دايما تبقى واخدى بالها من اي شكوى ملاش حل بالاضافة ان الامور اللي محتاجة كشف دوري زي اورام القولون واورام الثادي ان السيدات او عموم الناس تهتم بانها تعمل الكشف الدوري في معاده وشكرا جدا حضرتكم